تلوث الهواء يمحي سنوات من حياتنا هذا ما أكده تقرير لجامعة شيكاغو قال أن تلوث الهواء بات أكثر فتكا من التدخين وحوادث السير ومرض الإيدز التقرير كشف عن مخاطر تلوث الهواء على الصحة نظرا إلى أنه يقلص عمر مليارات الأشخاص حول العالم بشكل يسبب وفاة مبكرة بست سنوات كحد أقصى وهذا الوفاة المبكرة تصيب الشعب الهندي أكثر من غيره أما الصين فعلى الرغم من أنها خففت نسبة تلوث الهواء لديها خلال السنوات السبع الأخيرة لا يزال شعبها يعاني احتمال الوفاة المبكرة قبل أكثر من سنتين من العمر المتوقع وهو المعدل الإجمالي نفسه على أي حال تقريبا بمعظم دول العالم وفق مؤشر جودة الهواء للعام الجاري الصادر عن جامعة شيكاغو والذي أكد أن تلوث الهواء يقلص متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم بأكثر من عامين يليه التدخين بأقل قليلا من عامين وبعد التدخين تأتي الكحول والمخدرات بأقل قليلا من عام هذا الواقع دفع الباحثين للتحذير من أن الأنشطة البشرية لا تسهم بتفاقم تلوث الهواء فحسب بل تسببه بالفعل وهو ما يؤدي إلى عيش الشعوب حياة أقصر وأكثر مرضا مقارنة بالماضي وذلك بسبب سياسة الحكومات وأيضا العادات الاجتماعية الخاطئة التقرير نفسه الذي أصدره باحثون في جامعة شيكاغو قدر عدد السنوات التي يمكن للإنسان أن يسترجعها في حال تم خفض معدلات التلوث وفق معايير منظمة الصحة العالمية وسنتج أنه بالهند مثلا قد يسترجع المواطن حتى ست سنوات لسيما شمالي البلاد حيث يتنفس 480 مليون شخص هواء أكثر تلوثا بعشر مرات من أي مكان آخر في العالم ووفق البيانات أيضا قد يسترجع الشخص في بنجلاديش في حال تم تخفيف تلوث الهواء أكثر من خمس سنوات من عمره وكذلك في باكستان حيث قد يساهم خفض تلوث الهواء بإطالة العمر بنحو أربع سنوات لكن على الرغم من التحسن الطفيف في جودة الهواء مع تراجع النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا وتدعيات ذلك تبقى الجهود بمعظم دول العالم بعيدة عن تحقيق الأهداف المنشودة من جهود مكافحات التغيير المناخي